اشتركوا في القناة الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حافظه الله بروح الفريق الواحد اسمت بشكل كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا مشيرة الى ان الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها مملكة البحرين تأتي بناء على خصوصية المملكة ومعطياتها ومؤشراتها وهو ما شكل اساسا لنجاح كافة الخطط الاحترازية والاستراتيجية الوقائية والرقابية الامس اكد سيدي سمو ولي العهد حافظه الله على ان فاعلية منع تجمع تفوق نتائج اي اجراء اخر وقائيا وصحيا وعلينا جميعا ان نضع هذه العبارة نصب اعيننا وعليه وفي هذا الاطار نشدد على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق السليم لمنع التجمع وتدابير التباعد الاجتماعي فمنع التجمعات من اهم الاجراءات الاحترازية التي اثبتت فاعليتها في احتواء ومنع انتشار هذا الفيروس ونؤكد ان لكل دولة خصوصيتها وتتخذ قراراتها على اساس المعطيات والمؤشرات التي تملكها ونؤكد على هذا لاكثر من مرة فالمجتمع البحريني الحمد لله اثبت وعيه من خلال تعامله مع تحدي فيروس الكورونا والتزام بكافة الارشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية ونود ان نطمئن الجميع مجددا بان المخزون الغذائي في المملكة وفير ولا داعي للتهافت على التخزين والشراء بكميات تفوق الحاجة كما ذكر سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في المؤتمر السابق ونؤكد ايضا على ان حماية الدواء والغذاء هي من اولوية من اولويات حكومة البحرين وتعمل دوما على ضمان توفيرها للجميع تم توفير طاقة استيعابية عالية لمراكز الفحص والحجر والعزل والعلاج تفوق بمراحل طاقة الاشغال الحالية فنلاحظ بان الطاقة الاستيعابية الحالية لمراكز العزل والعلاج 1677 سرير ويبلغ الاشغال منها فقط والله الحمد 249 ونتمنى ان لا تزداد هذه الاعداد اما الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي بلغ 2504 سرة يبلغ الاشغال منها لحد هذا اليوم 139 سرير فقط وبالنسبة للفحوصات فحص المختبري للفيروس فقد تم اجراء اكثر من 29000 فحص مختبري في الى حد هذه اللحظة وآلية معرفة تفاصيل اثر المخالطين واماكن تواجدهم مستمرة يعني من خلال عدة وسائل